السنة الجديدة ستأتي مثل ما نحن متعودين الكل على الفيسبوك وبدأ يقول أنا أريد أن أخطط لسنة الجديدة ماذا أريد أن أعمل فيها؟ مع أنه كل سنة نعمل هكذا تعالي المرة هذه أعطيك كلام يغير مفهومك عن تخطيطك للسنة الجديدة وماذا يجب أن تعمل وتجد نتيجة لنشر مع بعض تبسم اللهم هل تبدأ أهلاً يا سهلاً بكم أخوكم أحمد سبيتة نعطيكم اليوم فيديو إن شاء الله في القيمة والمعنى والفائدة الخالصة بعيداً على الكلام الحلو والتنمية البشرية وإلى آخره من هذا الكلمات كبل ما أبدأ أقول لك الموضوع فأشتصار مطاولوش عليك تنساش تحمل كتابي لتدريب الإنجليزية بالطريقة التدريب وليت تدريس حملوا عشرات الآلاف من الناس في العالم وكانك تلقى بوصف هذا الفيديو بأول تعليق نحن متعودين كل سنة تقريباً نقلب الدنيا في نهاية شهر 12 شو بدي أحقق السنة الجاية وبدأ أخطط وبدأ أعمل كذا وهذا برنامج شو رأيك أنا أساعدك بشيء مختلف حتى عن أي شيء أنا قلت لك يا السنوات الماضية السنة هذه تحاول حطت لك يا بطريقة إنه فعلاً نلاقي نتيجة ونعمل شيء ونحس بالإنجاز نصيحتي لقي لك تتبع التالي عارف ايش تسوي؟ نصيحتي لقي لك إن انت السنة جاية تحاول اسمعني منيها إن انت تحاول تعمل شيء جديد واحد بس وتلغي شغلتين تنتين انت بتعملهم حالياً كمان مرة من الأشياء اللي انت بتعملهم حالياً بديك تلغي شغلتين وتبدأ تعمل شيء جديد في السنة الجداية تشوف لك شيء جديد تبدأ تعمله السنة الجاية مثلاً تبدأ تقرأ مثلاً تبدأ تصلد الفجر بالوقت مثلاً تبدأ ترتب غرفتك مثلاً والله تقلل حصديتك مثلاً شغلة واحدة وأنا نفسي إذا كنت تدقائش إنها تكون القراءة أنا بقول بنصح فيها أو الرياضة بس أنا بقول قراءة أكتر تبدأ تقرأ شغلة واحدة جديدة قراءة تبدأ تقرأ زي ما قلت وتلغي شغلتين تنتين زي مثلاً تلغي خمس ساعات على الفيسبوك خليهم ساعة في اليوم أو تلغي والله إنه أنا بشرب قهوة كتير أو تلغي إن أنا بدخن كتير أو إن أنا بأرقل كتير أو إنه أنا بخروج كتير أو بصر كتير أو بنامي كتير شوف لك شغلتين تنتين إنت من الأشياء اللي بتعملهم وإلغيهم هذول الشغلتين إلغيهم إلغيهم بمعنى إما مثلاً وقت الفيسبوك بوداً خمس ساعاتين خليه بس ساعة هاي معنى إلغيهم أو إنت توقفه تماماً إذا بتقدر داي مثلاً النوم لعشر ساعات زي مثلاً والله الطاقة السلبية زي والله الحسد زي مش عارف إلغي دايش رب قهوة كتير إلغي الآن ليش أنا اخترت أني قلتلك تعلم بس واحد جديد وقلت احذف اتنين من اللي عندك ليش ما قلتش اتنين اتنين أو ثلاثة ثلاثة أو أو إلى آخر لما تحذف اتنين من اللي عندك رح يرجع عليك بعدة فوائد رقم واحد أنت رح يتحس عندك أول شيء بالإيجابية ولكن رح يتحس أنه صار عندك فراغ صار عندك وسع وبالتالي وقت مع إيجابية رح يخليك تروح تدور تعمل أشياء زيادة مش بس الواحد الجديد لطلبك منك فأنا طلبت منك واحد جديد تتعلمه مينيمم ولكن أنت لما تحذف اتنين من المشنازمين لتعملهم هدول الوقت تباحهم رح يخليك تعمل بالإضافة للواحد هذا كمان واحد جديد بحياتك بلاش تقعد تخطط وتقول بدي أعمل خمس وست وسبع شغلات ليسا طويلة لا 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 احذف قد ما تقدر على الأقل اتنين من العاداتك اللي بتعملهم حاليا قللها أو احذفها وحط بين عينيك شغلة واحدة جديدة ولكن تكون متأكد أن انت مئة بالمئة زي الأسد بدك تطبقها قلت أنه أنا بدي أقرأ كتاب في الشهر زي الأسد بدي أنا يكتاب في الشهر قلت أنا كل يوم بدي أعمل رياضة قلت أنا بدي أروح على الجيم قلت أنا بدي أتعلم كورس انجليزي زي الأسد بدك تنهي كورس جديد هاي سبيتة بدربك انجليزي بدك أتعلم برنامج تصميم بدك أتعلم جدولة بدي بدي أي شيء بدك تعمله زي الأسد بس هذا الشيء الواحد ما تحلمي شيء أغير وكل تركيزك يكون عليه وعقلك بيرتاح ومع إيجابية ومع راحة لما تحذف هذول الشغلتين انت اخترتهم هذه نصيحة لك دون مطول أتمنى لكم سنة سعيدة جميلة مليئة بالإنجازات مليئة بالإيجابية بعيدة عن السلبية والحقد والحسب والنظر والفيسبوك والكلام الفاضي أتمنى لكم كلكم تنجاح من كل قلب دعواتي لأيكم تحياتي تنسناش بدعوة حلوة مع ألف سلامة